السلام عليكم طبعا هذي اخر محاضرة او اخر درس بالميكانيك السماوي اللي هو قانون كبلر الثاني الثالث مع راح اخذه يعني مع راح لان يراد له وقت اول شي خلينا عارفه يقول له متجه نصف القطر متجه نصف القطر الواصل بين الشمس الواصل بين الشمس لان افرضو هنا الشمس الى اي كوكب اخر الى اي كوكب اخر يقطع مساحات متساوية في ازمنة متساوية في ازمنة متساوية اذا منين ابدي ابلش اقوله معناته انه الدي اي الدي تي بتساوي لك ثابت دي اي للدي تي يساوي لك ثابت اذا تلاحظون هذي مساحة مثلث هذي مساحة مثلث نصف القاعدة في الارتفاع اذا دلتا اي تساوي نصف القاعدة في دلتا ار في دلتا ار دلتا ار على دلتا ار تي على دلتا تي على دلتا تي على دلتا تي طيب انا اريد الدي وليس الدلتا ليش؟ لان الدي فالتغير صغير جدا هنا فالتغير صغير حل وهذا اللي يحقق ليها هي المشتقة اللي تحقق ليها المشتقة فاي دلتا اخذ لها الليمت او اخذ لها غاية الاختراب راح تتحول لي الى دي اذن اقول الليمت دلتا اي على دلتا تي تساوي لي نصف ار في في الليمت دلتا ار على دلتا تي على دلتا اي اذن هسه راح تحولت تحولت لدي اي على دي للتي تساوي لي نصف ار في هذا كذلك صارت دي ار على دي تي على دي تي دي ار على دي تي هي الفي دي ار على تي تي هي الفي اذن دي اي على دي تي تساوي لي نصف ار هذي بي هذي بي هذي بي اذن انا اشتغل بالزخم اشتغل بالزخم ومثل ما قلت لكم الزخم يساوي لي ار ام ذي ار ام ذي اذن اضرب و اقسم على ام اضرب اضرب و اقسم على ام اذن الدي اي على الدي تي ساوي لي واحد على اثنين ام ار في ام في ار في ام في هذي يساوي لي مطلق ال ال مطلق الانجلر مومنتم مو المغنيتيوت مالته الانجلر مومنتم بما انه داخل مطلق راح يساوي لي شنو راح يساوي لي المغنيتيوت راح يساوي لي المغنيتيوت مالته اذن دي اي دي اي على دي للدي تساوي لك ال على اثنين ام و وتساوي لك ثابت لانه هذا ثابت والكتلة ثابتة والاثنين الرقم ما متغير اذن هذا هو صيغة قانون كيبلر الثالث ما بي صعوبة يعني اسهل من الاول اسهل من الاول اي سؤال عتكم اي سؤال عتكم تقدرون تركونا بالتعليقات او تراسلوا مني وان شاء الله نقدر نجاوبكم عليه ثم الله مع الف سلامة